أجيال كتير قبلنا اتربت على كمال التسليم لله ورسوله وأول ما يسمع قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن الأجيال الحديثة اتربت أكتر على المنطق اقنعني واثبت لي أن الكلام ده صح ولما المنطق ده يخش مع تفسير كلام سيدنا رسول الله ويخش في البحث عن إثبات هل قال ذلك أم إن السنة كلها اللي وصلت لنا ممكن تكون ضاعت عبر الزمن وتحرفت بس مش دي مشكلة المشكلة إن صاحب هذا الشك ممشيش في السكة السليمة عشان يجاوب على أسئلته وعلشان يطمن الشكوك اللي جواه وعشان يتأكد هل ما بين يدينا من السنة وأفعال وأقوال سيدنا محمد حقيقة تنسب ليه ولا لا فلما زادت الشكوك وقال لطلب العلم تقل الشعور ده على القلب وفقد بعضنا التعلق برسول الله